قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن سفير بلادها لدى النيجر يمكنه مواجهة ضغوط التي يمارسها المجلس الانتقالي بكل أمان تأتي تصريحات كولونا بعد أن نظمت عدة ائتلافات من المجتمع المدني في النيجر مظاهرة في العاصمة وذلك من أجل المطالبة برحيل القوات الفرنسية وهو نفس مطلب المجلس الانتقالي الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس محمد بزوم اشتركوا في القناة